معظم المتشردين في الشوارع لا يملكون عائلة ولا مأوى فيقضون كل أيامهم يلتقطون قوتهم من القمامة لكن لعبداللطيف حكاية أخرى فلديه أخ أصغر منه لكنه لم يتمكن من رعايته بالشكل اللائق ليس تقصيرا منه بل لأن الظروف الاجتماعية لم تمنحه سوى منصب عامل بسيط في مطعم يتقاذى ألف دينار في اليوم لدينا أخويا هذا ليس يرقض في الهباس هذا ديك نهار شعر روحه النار أحب يسويسيدي خوتيين يشربوا الدواء الدواء التحم مجانين مهابلس ما لازم لهم دواء ليعقلهم لازم لهم دواء يسموه الباركينال باش ينعطيهم لهم يتكالمه وينوضوا وينشطوا ويعمروا الممساك من الجامع كيف فهمتني أختي والله غير أن ينشر لهم دواء تحم أونوار نشر لهم ماشي أنوار ونجيب لهم نخدم معنا بمئةين ألف نهار مئة وخمسين ألف مئة ألف كل اختراك ونهار ونهار يوم ونياسير ويوم ونعسير ونجيب ونقسم مع أخوتي ونشر لهم الماكلة ونجيب لهم الحوايج محمد صاحب الأربع والعشرين سنة وجد نفسه مجبرا على التكفر بأخويه المرضى بعد وفاة أبويه لكنه عاجز عظمان حياة كريمة له ولأخويه نطلب من الناس اللي راهم ممكن لهم ربي سبحانه في الأرض وحبوا يساهموا في الخير ومالقوش وين يعاونوا الناس هاهم ليك كي نحنا يملدوا الاحتياجات الخاصة هادو نجيب لنا هذه البونسولة ممدوا عليهم ثلثمائة ألف معليش أنا نجيب هالو نجيب هالو نخدم له بيت نخدم له مع لباليش كوارطة نسق منه ضاره ما الحق تختيه والله غرر المؤمن القوي خير من المؤمن ضعيف بالصح والله وخلق الإنسان ضعيف قصص كثيرة في الحياة تجعلنا نلتقي بمن يحتاجون للمساعدة عائلة محمد عينة من الأشخاص الذين ما يزالون متشبثين بالحياة ما استطاعوا إليها سبيلا بوجود من يساعدهم ويفرش كربتهم اشتركوا في القناة